اشتركوا في القناة وما ادراك به ابان حكومة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حندوق التي مهدت ضمن اضرابات او اضطرابات لما حدث في الخامس والعشرين من اكتوبر برأي البعض في العام الماضي ازمة سياسية طاحنة امسكت بتلبيب البلاد كادت تقودها لمعارك وجودية تهدد مصيرها ومستقبل انسانها لتبدأ ربما انفراجة ضئيلة في سبيل انجلاء الغمة لتدارك ما يمكن ان ينقذ هذه البلاد لتعود ازمة الشرق مرة اخرى في معادلة الازمة التي تعانيها البلاد الجميع اذا يتفقون على احقية وعدالة المطالب في شرق البلاد او لا يتفقون لكنهم يختلفون في اليات المطالبة التي يعتبرها البعض كروتا تستغل في المعادلة السياسية اكثر من كونها مطالب مشروع تقتضي بالتمسك بها وليس بما ينقذها واخرون يرون امرا اخر يرون باحقية هذه القضايا لم تستعد الموانئ المغلقة بامر من كان يقود الناس قبل الخامس والعشرين من اكتوبر عافيتها بعد لتزداد ازمات ثغر السودان على ازماتها ما يعقد المشهد ويهدد مستقبل الميناء التجاري الاهم في البلاد المئات ان الضحايا ومن العاملين في الميناء هجروا وفقدوا مصدر دخلهم ليضحى مستقبلهم رهن المواقف والتقلبات السياسية ورأي الدولة والمركز بجانب الانقسامات السياسية التي ضربت قيادات المكونات القبلية ليبقى مصير شرق السودان على المحك في ظل الازمة المستفحلة اهلا بكم رحبكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من دائرة الحدث التي بالطبع نناقش من خلالها كما ترعتم في بداية مقدمة هذه الحلقة شرق السودان قضايا شرق السودان القديمة المتجددة هذه القضية لها اعوام كل فترة واخرى بتاخد منحنة جديد في يوميات ازمة السياسة السودانية رحبكم من جديد رحب بكل المشاهدين اللي يتابعون على امتداد البث الحي وكل الذين يتابعون عبر المنصات الاجتماعية المختلفة سيما الذين يتابعون عبر المنصات فيسبوك ويوتيوب وعبر خدمة البث الحي فيها أهلا بكم ورحب ضيفي الكريمين داخل الاستوديو ورحب الأستاذ أحمد موسى مستشار القانوني لمجلس نظارات البيجة أستاذ أحمد أهلا ومرحب بك معنا اليوم في دائرة الحدث مرحب راسد ومرحب متابعي دائرة الحدث وسودانية 24 ومرحب للإخوة خلف الأجهزة نعم مرحب بك نرحب أيضا بالأستاذ سيد أبو آمنة الأمين السياسي لمجلس نظارات البيجة أستاذ سيد أهلا ومرحب بك معنا أهلا ومرحب بك وبقناة سودانية 24 ودائرة الحدث أبقى معك سيد أبو آمنة مباشرة لا زالت أزمة الشرب أزمة تراوح مكانها لا يوجد تطور واضح في القضية قضية في مكانها ولكن هذه القضية ربما المميز فيها من بقية قضايا السودانية يعطيها تمييز أنها مربوطة بتقلبات السياسة في المركز ما بين الوعود ما بين الإغلاق تارة ما بين التصعيد ما بين رفع التصعيد ما بين إغلاق الموانئ كثير من الناس بيتساءلوا لماذا شرق السودان لماذا هذا التصعيد السياسي في شرق السودان لماذا ما في شمال السودان أو غرب السودان أو جنوب السودان هل لخصوصية المكان أو لشعور أبنائه بالتهميش وبالظلم ما هو السودان كله مهمش ولا زي ما تقوله شرق السودان يعني ميناء من موقع استراتيجي وأكيد أنتم بتسمع الكلام تدخلات خارجية محاور قائمة طويلة من الاتهامات بالتأكيد أولا ليس هناك أي تطور وربما هناك تراجع ينبئ بخطر عظيم حيث بدلا من أن يقوم أسميه المركز لأنه نحن في ظل غياب حكومة وفي ظل غياب سلطة قادرة على إدارة شؤون البلاد ربما نكون إذا صح التعبير بين يدي حكومة انتداب أو ربما حكم من خارج البلاد هناك تدهور هناك مسائي من المركز لتفتيت اللحمة في شرق السودان ومزيد من تعويق القدرة على المطالب بالحقوق لا يزال المسار معلقاً بقرار شخصي أو فردي ليس هناك أي قرار مكتوب بتعليقي سيما وأنه عقد موقع بين سلطة مركزية في الدولة وبين حركات مسلحة والعقد ينبغي أن يتغير فيه أحد البنود بطراضي الطرفين أو بإنسحاب طرف لكن أن يظل العقد البند معلقاً هذا غير صحيح أما فيما يتعلق بلماذا شرق السودان هذا الإجابة واضحة عليه وهي إن شرق السودان هو الإقليم الوحيد لا أستطيع أن أقول فقط المهمش السودان كله مهمش فحيح لكن هو الإقليم الوحيد الذي يصر المركز على عدم حل مشكلته حتى يظل يظل مجرد مورد للثروات جميل أنا حاجيك للنقطة طيب فيما يخص الورشة قبل ما أتحول لأستاذ أحمد موسى يعني في ورشة اليوم لصياغة سميت بورشة صياغة وصحيحني كنتم مخطئاً في العنوان ورشة صياغة قرارات مؤتمر سنكات المصير ده عنوان الورشة نعم رفضتم من مشاركة في الورشة تحت هذا العنوان قلتم إنها محاولة تغيير قرارات البيجا وتحريف المقاصد الأساسي نكلم لنا شوي عن الموضوع ماذا تعني لكم طالما إن المحاولة هي خطوة طالما إنها ورشة معنا عمل مفتوح لماذا رفضتم المناقشة في هذا العمل المفتوح لإبداء وجهة نظركم لحل مشكلة شرق السودان المشكلة الطويلة نعم نحن لم نرفض الدعوة إلى هذه الورشة نحن رفضنا الورشة من أساسها لأن الورشة حسب العنوان الذي تفضلت بالذكر هو العنوان صحيح نعم هو صحيح هو صياغة قرارات مؤتمر سينكات والحديث الذي تم في الورشة هو يعني كما ذكر السيد نائب رئيس كتلة التكتلة الديمقراطي ذكر بأن الغرض من هذه الورشة هو تحليل قرارات مؤتمر سينكات ووضعها في قوالب قرارات مؤتمر سينكات صدرت في مؤتمر أما هو أكثر من ستمائة مؤتمر من البيجا ومن شرق السودان وحضر جلسته الختامية أكثر من مليون شخص هذه القرارات صيغت في ذلك المؤتمر عبر خبراء ودكاترا وبروفيسيرات موجودين ومعروفين من الذي قدم وكانت هناك أوراق مهمة جدا ورقة اقتصادية وورقة سياسية وأوراق متخصصة قدمها خبراء وصيغت فيها هذه القرارات فما الداعي لإعادة صياغة هذه القرارات هو إعادة صياغة في زي ما قلت أنت تفضلت بالذكر نسمح لي بناقشك يعني في الموضوع ووضعها يا أستاذ أبو آمن في إطار وفي سياق علمي هي موضوعة في إطار وفي سياق علمي ووضعها علماء وصيغت ما ما كان قبلها في ورشها ليس كذلك ولا كان في ورش قبلها هي نوقشت في المؤتمر المؤتمر الورشة شيء مصغر المؤتمر شيء موسع يعني يمكن أن تناقش شيء بسيط في ورشة ثم تناقش إذا إردت أن تناقشه بشكل أعمق في مؤتمر تقر كل المخرجات بحضور 600 شخص ويقول كلها علمية ونمشي لقدام لماذا رفضتم المشاركة لم نرفض كان ترفض المخرجات كان تشاركوا في الورشة نحن نتحدث عن قرارات مصاغة السؤال هو ما الداعي لعادة الصياغ طيب بالنسبة لكم شنو ما الداعي نحن نعلم الداعي هو نفس الذي دعا بعض الأفراد لعقد اجتماع آخر في منطقة أخرى وتم تغيير بعض القرارات المهمة من قرارات مؤتمر تنكات الأشخاص على رأسهم السيد الناظر سيد محمد أحمد محمد اللمين ترك عقد مؤتمر في أركويت وتم تغيير عدد القرارات إحداها بعضها تم تغييرها ضمنا مثل القرار رقم واحد القاضي بتفويض المجلس العالم ونظارات البيجا كمتحدث بالإنابة عن الإقليم تم تغييره ضمنا بأن جعل التنسيقية الشرق السودان هي المتحدث عن الإقليم بالتالي تم إلغاء القرار رقم واحد تم تغيير القرار رقم ثلاثة أن تكون تنسيقية الشرق السودان هي أداء للتنسيق مع الكيانات غير البيجاوية في شرق السودان تم تغييره إلى أن تم جعل التنسيقية هي الحاكم وإن المجلس لاعلى جزء منها تم قلب الأحداث تم تغيير القرار رقم تسعة في قرارات مؤتمر سينكات والذي يتحدث تحديدا عن عدم بيع الساحل وعدم تخصيص الأراضي وعدم توزيع الأراضي وإلغاء كل ما يتعلق بتوزيع الأراضي في شرق السودان حتى تكون هناك حكومة منتخبة ويجد الإقليم حقه في الحكم والسلطة تم تغييره بأن يسمح ببيع الساحل وبإنشاء موانئ يعني هذه اللمة التي تمت في أركويد كانت بغرض تغيير أهم بند وهو البند رغم التسعة أيضا تم تغيير قرارات أخرى من قرارات مؤتمر سينكات نحن نؤمن يقينا بأن فكرة إعادة صياغة قرارات سينكات المصوقة أصلا في مؤتمر أمه مليون شخص ليتم تغييرها في ورشة يأمها أشخاص معدودين بالأسماء هذا أمر يراد منه نسف قرارات مؤتمر سينكات من قرارات تحفظ للإقليم حقه إلى قرارات تشعر المزيرة المالية وغيره ببيع سواحد تعتقد أنه لنسف المخرجات بتاعة مؤتمر سينكات الأصل ما ردك ما رأيك يعني أستاذ أحمد موسى وكأنما أستاذ أبو عمنا بيقول أنه الخطوة دي هي ما لتطوير مخرجات مؤتمر سينكات المصيري الأصلي هي لتغيير مخرجات مؤتمر سينكات وإلا نحن ما بيشوف في السودان يعني ما يا دو مؤتمر رضا طلع قالوا الله تعالوا بعد المخرجات دي تعالوا نخذها في السياق المي النقطة دي قريبة طيب والله يا رجل أنا يمكن في الجزئية دي تحديدا ما أتفق مع الأخ سيد وألقي باللوم عليم على مشاركتهم في الورشة باستباق قرار قرارات الورشة استباق ما ستتمخل عنه الورشة قبل أن تبدأ الطبيعي أن تشارك في هذه الورشة وأن تساهم في 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 أعمال وأن تدلو بهذا الرأي الذي ذكره الأخ سيد داخل الورشة دفاعا عن هذه هذه المخرجات هي مخرجات أنا طمئن كل من يشاهد هذه الحلقة وله علاقة بشرق السودان أنه أنا لا سيد ولا سيد الناظر يستطيعا يتزحزح قيد أنملا من هذه المخرجات لأن كما تفضل الأخ سيد بأنه هذه المخرجات محفوفة أو مدعومة بمليون صوت بجاوي بالتالي المليون صوت وعندما القدرة على المدافعة عن هذه المخرجات الورشة كانت الغرض منها هي قولبة مش مش تطوير ولا سياغة ولا عدد السياغة هي قولبة المخرجات وتطويرها من ناحية علمية مثلا أنا أتكلم لك عن ناحية القانونية مثلا على سبيل المثال عشان نقرب المسافة المخرجات السينكات دي خطت أطر عامة الناس تلتزم بها كلنا ملتزم بها الأطر دي نحن عشان نعملها في إطار قانوني نقدر نتكلم بها نقدر ندافع بها نحن نتكلم عن عن المواني مثلا نحن المواني دي في البند تدعى قال واحد دين ثلاث أربعة خمسة تدعمل كيف المدرة دي من النحية القانونية طيب عندنا حاجات متعلقة بالمسال عندنا حاجات متعلقة بالقلت عندنا حاجات دي كلها قرارات الغرارات دي بتحتاج لإطار قانوني بتحتاج لإطار اقتصادي بتحتاج لإطار سياسي أنا أبتخيل أنه مشاركة أي مجموعات في 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 تطوير هذه المخرجات يمكن أن يضعف هذه المخرجات أو يمكن أن أن تكون هي سبب لأنه نحن الناس تزع عن طريقة الطريقة المسار الخطتوا الخطتوا مليون بيجاوي في سينكاد عشان نقدر نبعد عن هذا الطريق ما في ذلك يقدر يبعد عن هذا الطريق هي المدألة كلها أنه نحن كيف نشرق علمائنا نحن عند العدد من العلماء قال لك كانوا موجودين قال لك هو كانوا موجودين في المؤتمر سينكاد ما كلهم كانوا موجودين طيب شنون ما أخذ اللي أنتم شفتوا الفنية النقاط النقاط النقاش الفنية أو ما أخذكم الفنية على مؤتمر سينكاد الأول هي كل الداعي بتاع التطوير هو الداعي مثلا أنا بأتكلم لك برضو أتكلمك عن النحي القانوني أنا الحياة اللي بتوضعت في سينكاد دي أنا دوريك قانوني إنه كيف أشيله أخذتها في قالب قانوني أخذتها في قالب دستوري عشان لما أجيب عن ذلك أدافع عنها وأدخيلها داخل الوسائق الدستورية أو الإعلانات الدستورية يجب أن تكون بسياغات فنية محددة ده كل الغرض من الورشة الورشة ما عنده أصلا هدف ولا ينبقي لها أن يكون عنده هدف إنه تزحن الطريقة اللي اتفقوا عليه والناس طيب أنا كنت بقول إنه كان من المفضل يعني وجود سيدة أبو آمنة وجود أبشار وجود المجمعات الأخرى داخل هذه الورشة بكل تأكيد كان بيكون سبب للتقوية هذه الورشة وكان بيكون إضافة حقيقية وكان بيكون هو ذاته نقلة لتقليل ردقة الخلاف بين الأطراف المعينين لأن الحوار المباشر دائما بيفضي إلى نتائج أسرع من الحوار غير المباشر سؤال أستدرك سريعا بعد بإجابتك وجودهم كان مهم طيب عدم وجودهم الآن حيأثر على الورشة والله هم مش بيأثر وما بأثر هو بأثر هو بأثر طبعا بكل تأكيد ما هو أي شخص يعني لن تستمر الورش لا هي الورش استمرت واشتغلت عملة أوراق وشغالة في الأوراق وهم يطلعوا على هذه الأوراق إذا كان فيها خطأ أن إحنا بنتراجع يعني ما في ذول عنده كلام منزل يعني في النهاية إذا كان في حاجة بتحتاج إلى تطوير الناس تطويرها مع بعض ما فيش كان في النهاية الهدف الشنو يا راشد الهدف إنه أن إحنا كلنا جميعا مع بعض علينا التزام أخلاقي تجاهنا في شرق السولاندين إنه هذا الالتزام الأخلاقي ما في ذول يخون الثاني ما في ذول يقلل من غزرة الثاني ما في ذول يضعف من إمكانيات التانية إحنا إمكانياتنا مع بعض بتقوى وكل ما تباعدنا مع بعضنا البعض بيكون أكيدنا ضعيف طيب لفايدة كثير من المشاهدين اللي قادمين بيشاهدون الآن أنت مستشار القانوني لمجلس نظارات البيجر أستاذ أبو آمنة سيد أبو آمنة هو الأمين السياسي نوجد نظارات البيجر عند كثير من السودانيين اللي بيشوفوا الآن يعني أنا أعلم شنو الفرق لكن ما شايفين أنه في فرق أنتوا كلكم في مجلس واحد طالما هناك مجلس معنى المجلس عنده رئيس معنى عنده مقرر معنى المجلس حينما يقرر يقرر بالجمع شنو الفرق ليه في زور رافض في المجلس وزور ما رافض شوف يا راشد هو أفضل أفضل حاجة صاح هناك تنازعات الآن حول إسم المجلس الأعلى نظارات البيجر لكن أنا في تغدير الشخص يقول له أفضل حاجة أنتج الخلاف بين المجموعتين اللي هما كأسرة حصل لها اختلاف لكن أصرت طرفي الخلاف أن يكونوا داخل البيت البيت اللي هو المجلس الأعلى نظارات البيت ما هو كيف لكن داخل البيت وكيف داخل البيت داخل البيت إنك تتحافظ على إسم المجلس وهو يحافظ على إسم المجلس لكن المعقف مختلفة يا أستاذ أحمد لا لا أنا جايك تاني للمعقف الثاني هنتكلم عن كثير من الجضايا الورشة ستكلمت الليلة فجرت كلام هو الطرفين ما بعيدين عنه ونحن الآن اللي نتكلم عنه إنه نحن ندلأ أزمة في شرق سودان وإنه الأزمة في شرق سودان نحن نعملنا معها بحكمة عالية جدا جدا وإنه الآن آن الأوان لأنه نحن نغير استراتيجتنا في التعامل مع الحكومة الخرطوم نحن بكلنا حكومة الخرطوم نتكلم عن النخبة الخرطومية القعدة في الخرطوم اللي بتحاول تدير المشهد السياسي من دخل الخرطوم للأقاليم فالمواقف دي كلها اللي راجعنا ونحن نغير استراتيجتنا فيه محن حيقوله سيدنا نحن نكمله لك حيقوله نحن نكمله سيد جميل طالما اللي حيقوله هو أنت بتقوله هو بيكمله أيضا وطالما أنه النقاش اللي كان دائر في مؤتمر سنكات الأول كان عن قضايا أساسية القلد المسارات المجتمعات المحلية الثروة التنمية علاقات السياسة غيره وين المشكلة أنه يتخطى في إطار قانوني في ورشة عشان ما زي ما تفضلوا سيد أحمد لما تجي وسيقة دستورية تانية ولا يجي مع الوسيقة الدستورية الكثيرة أوراق الكثيرة تدعمل دي تضمن هذه الاتفاقيات تصبح زي مثلا اتفاقيات جوبا ترحل مع كل الاتفاقيات تتشال وتتنسخ يقوله ده ده إسهام أهل شرق السودان أو تصوره تصوره اللي حال مشاكل معينة وقضايا معينة ليه الإصرار دائما على على فكرة التخوين التخوين لأنه هو التخوين يعني صحيح التخوين دي نعم حادث حادث فعلا ولا شك في ذلك تخوينوهم أنتم لا نخوين مجموعة نحن نتحدث عن مفارقة لقرارات مؤتمر سينكات أما هذا الادعاء بأننا لا نزال على قرارات مؤتمر سينكات لا نزال متمسكين بها هذا أمر يغالطه الواقع أولا أنا أختلف مع الأخ أحمد في أنه يقول أنا الأوان لأن أتخذ موقف من خرطوب متى اكتشفتم هذا الشأن نحن في قرارات مؤتمر سينكات في عشرين عشرين اتخذنا هذا القرار بأنه آن الأوان لنتخذ موقف واضح من الخرطوب وتوحدت كل البجا وكل شرق السودان لاتخاذ هذا الموقف من الخرطوب واتخذناه لكن هناك من كسر هذه القاعدة وعاد إلى الخرطوب وعمل في تحالفاتها وخالف كل قرارات مؤتمر سينكات دون استثناء لأي واحد منها لذلك نحن نقول أرد عليه فيما يتعلق بالورشة أولا من دعانا للورشة؟ ومن الذي أعلن عن نشوء ورشة؟ ولم تدعنا أي جهة لورشة؟ أدعوكم كيف؟ لأنتم مجلس واحد لك؟ لا مجلس واحد نحن مجلسين الآن نحن لا نقر يعني اسم واحد لك مجلسين؟ الاسم واحد والمجلس واحد هو المجلس الأعلى النظارات المجالة وهم برضو المجلس الأعلى لك أكمل الإجابة فقط المفوض من مؤتمر سينكات عشرين عشرين أما الناظر تيريك خرج أولا من المجلس بتقديم استقالتي رقم واحد نمرة اثنين أصدر قرار فردي بتجميد المجلس نمرة ثلاثة أصدر قرار بحل المجلس نمرة أربعة دعا لإجتماع آخر لم يدعو له الستماء الذين اعتمروا في مؤتمر سينكات عشرين عشرين دعا مجموعات أخر وأقام مجلسا آخر وأطلق عليه اسم جديد اسم طويل جدا المجلس الأعلى للنظارات المجال يعني أنتم انقلبتم على رئيس المجلس ولا رئيس المجلس انقلب عليكم؟ ليس انقلاب هو استقال من المجلس ثم جمّد المجلس لا لا استقال من المجلس وجمّد المجلس وحل المجلس ودعا لإجتماع آخر في أركويت عقد فيه مجلسي وأسس جمعية عمومية أو هيئة عليا وأخذ تفويضا منهم بأنه رئيس هذا المجلس الجديد باسم دعني أكمل المجلس الأعلى المظارات المجال والعموديات المستقلة وتنسيقية شرق السودان هذا هو الاسم الجديد نحن لا نقر بأن هذه المجموعة تمثل المجلس الأعلى لأن المجلس الأعلى هو في القرار رغم واحد مفوض من ستمائة شخص مسجلين بالاسم لم يدع ولا واحد منهم إلى لمة أركويت فإذا كانوا قد دعيوا لكن اعترفنا بنتائج اتماع طيب الليلة إذا حصلت انتخابات قبل ما أنا أجيك لنقطة ثانية إذا حصل انتخاب مثلا المجلس ده حول الاسمين مجلس الأعلى نظارات البيجة والعموديات المستقلة وتنسيقيات شرق السودان ومجلس الأعلى نظارات البيجة والعموديات المستقلة مجلسكم وأنت توقع لمن سيصود سكان شرق السودان هل الناظر صاحب زي ما بقولوا الأسرة والأبعاد الموجودة والضاربة والشخصيات ولا لكم انتم اللي انتم كنتم مكتب تنفيذي الناظر الناظر أوصلته إلى هذه المحطة مؤسسة يا أخي الناظر كان ناظرا قبل المسار كان ناظرا مؤسسة المجلس الأعلى نظارات البيجة لسنا نحن كأفراد المجلس كمؤسسة وكقرارات قرارات مؤتمر سينكات الأحد عشر هي من أوصل من كان يعرف الناظر قبل قرارات قبل المجلس الأعلى معروف كناظر هذا ليس معروف كرجل يقاوم المسار ويرفض ويطالب بحقوق البيجة متى تأسس المجلس الأعلى نظارات البيجة تأسس قبل انعقاد المؤتمر ثم انعقد المؤتمر أقول لك حتى المجلسات هو جديد ليس مجلسا يعني ما من السبتينات والسبعينات هذا الاسم الاسم جديد نعم بالتأكيد لكن أنا أقول لك الناظر أصبح يطالب بقضايا شرق السودان بعد المجلس لكن لما كان مؤتمر البيجة والجبهة الشعبية في الخارج يطالبان بقضايا شرق السودان هو كان ضد من يطالب بقضايا شرق السودان وهذا أمر معروف يعني حتى انه كان ينادي بمحو المعارضة في شرق السودان على الحدود الإريترية هذا شأن معروف الناظر احترامنا له محبتنا له جاءت من امتشاغه لسيف ووقوفه مع قضايا شعبه في قرارات موطة مرسلة ألا يقف الآن مع قضايا شعبه؟ لا يقف الآن مع قضايا شعبه ربما وجد حائط الصد أو أغلقت في وجهه الأبواب لكن الناظر لما لا يمكن المجلس يطالب بقضايا البيجة وله حداش القرار وأنت تقوم بتجميد المجلس وبتعليق المجلس وبنصف المجلس ثم تذهب تاركا هذا الحمل والعبء الثقيل للجري في أحلاف الخرطوم الناظر الآن نائب رئيس في التكتل الديمقراطي التكتل الديمقراطي في الفقرة الثلاثة في ميثاقه يطالب بتنفيذ اتفاقية جبه كاملة تقصد حرية تغيير كتلة الديمقراطية نعم يطالب بتنفيذ اتفاقية جبه بما فيها مسار الشرق القرار الأهم من قرارات مؤتمر سنكات والمجلس الأعلى إلغاء المسار كيف تطالب بإلغاء المسار لكن المسار معلق أنا أقول لك دعاكم المسار عن من يقول إنه يرفض المسار كيف تقول إنك رئيس المجلس وترفض المسار وإنك متمسك بقراراته ثم تكون نائبا للرئيس تحالف ينادي بتنفيذ المسار هذا كلام يضالط الوقائع والناس ليسوا بهائما الناس يفهمون ذلك دماء مجلس نظارات البيجة الأصلي مجلس رئيس المجلس الناظر ترك استقال من المجلس حل المجلس وأضاف إسما جديدا تنسيقية شرق السودان على المجلس الأعلى لنظارات البيجة وعمديات المستقلة أصبح بإسمه الجديد ومن ثم عاد لكن عاد بعباء جديد والآن هو جزء من كتلة ديمقراطية لا تعترف بمسارات الشرق هذا غير القضية المبدئية اللي هو كان بيرفعها إذن هذا مجلس جديد لا يعرفونه سيدة أبو آمنة وكثيرين من أبناء شرق السودان هذا مجلس جديد بأهداف جديدة وبرؤية جديدة وبتحالفات جديدة طيب أنا رأي دار أو أوضح حقيقة مهمة جدا ناظرشا ما تغفلها والناس تعرفها كثير من الناس ما عارفين ودود المجلس الأعلى نظارات البيجة داخل الكتلة الدمقراطية المجلس الأعلى لنظارات البيجة ما كان جزء من الكتلة الدمقراطية ولا كان جزء من التوافق الوطني إلا بعد أن تم وضع أربع نقاط مهمة جدا أربع نقاط أول نقطة هي متعلقة بالاستمرار في تعليق وده موجودة في الإعلان السياسي للتوافق الوطني قبل أن يتحول إلى الكتلة الدمقراطية الفغرة الأولى أنه يتم الاستمرار في تعليق مسائر شرق السودان الفغرة الثانية احتماد المجلس الأعلى نظارات البيجة كممثل أوحد أو مش أوحد يعني هو كممثل رئيسي في شرق السودان اتنين إقامة منبر تفاوضي في شرق السودان القضايا دي المجلس الأعلى وقف فيه زمن طويل حتى ما تم إدراجه داخل الإعلان السياسي في التوافق الوطني قبل الكتلة الدمقراطية طيب لما اتحول التوافق الوطني إلى كتلة دمقراطية برضو المجلس كان عنده نفس الموقف في أنه نحن ما عندنا علاقة بالكتلة الدمقراطية ولا عندنا علاقة بأي كتلة ما لم تكون غضايانا مضمنة في الأوراق السياسية الرئيسية بتاعة الكتلة وفعلا تم تضمين هذه النقاط في الإعلان السياسي في الكتلة الدمقراطية بل أن احنا في المخترحات التي اخترحناها في الوسيغة الدستورية التي هي أن يلتزم رئيس الوزراء بإقامة منبر تفاوضي لقضايا شرق السودان لكافة مكونة شرق السودان خلال 30 يوم من أداءه للقسم دي كلها كانت نقاط مهمة جدا المجلس كان رافض أنه يكون جزء من هذه الكتلة ما لم تضمن هذه وضحته إجهة نظر الكتلة خلينا نمشي لقدام هو بيتهمكم وليس في أشخاصكم وهو قال الرجل قال هو يخون هذه الفكرة هذه الفكرة أهداف غير أهداف شرق السودان الناظر تيريك كان يحمل سيفه للدفاع عن قضايا شرق السودان الآن لا يحمل سيفه هو لا يدري مع من يقف الكلام واضح ما يلت قضايا أنت يا راشد إذا كان قضايا شرق السودان دي هي مخرجات سينكات مثلا كوسيغة مهمة جدا بالنسبة لنا كلنا وأن احنا اشتغلنا في أن هذه الوسيغة تكون جزء من نداه للسودان تكون جزء من الكتلة الديمقراطية بتخليدي دي إنجاز كبير للمجلس كان يجب على الآخرين أن يدعموا هذا الاتجاق آخرين هم مناصي الآخرين كلهم مش سيد بس مقصودي يعني سيد لا 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 أنا بتكلم حتى الناس الخارج المجلس اللي على نظارة البيجار أنا بتكلم عن مجمعات حتى المجمعات الخارج المجلس اللي على نظارة البيجار أنا بتكلم عن أي ذول عنده حتى الأحزاب المركزية طيب ردك شروفين منهم مجلسين دي برضا طيب أنا جايك للمجلسين دي طيب السيد الناظر تيرك هم منو جابوا رئيس للمجلس الأعلى نظارة البيجار جابوا المؤتمر العام بتاع سنكادة طيب لما نقدم استقالته قدم استقالته لمنه مفروض يقدم استقالته للمجلس هو اللي يقبل المؤتمر 600 فردي ذلك هم اللي يقبلوا الاستغالة باعتبار أنه هم النصبوه هم النصبوه طالما هم ما قبلوا الاستغالة بيبقى استغالته دي ممكن تكون موقف هم ما قبلوها فعلا؟ ما قبلوها هي اصلا ما تقدمت اتراجع الناظر بعد اجتماعات مع عدد من قيادات المجلس سيد في حاجة برضو فرد انتبه ليه يعني يعني احنا المجلس ده يسم المجلس العالى نظارات المجلس العالى للبيجا والعموديات لنظارات البيجا والمجلس المستقلة العموديات المستقلة هي الخمسة عموديات الآن موجودة مع الناظر تلك هم الخمسة عموديات ده هم المشهد الناظر تلك واغنع الناظر تلك هم معهم عموديات يعني ومش ما معهم عموديات انا اتكلم عن عموديات الخمسة العموديات المستقلة المكصوبة الاسم ده اه العموديات المستقلة انا اتكلم عن العموديات كاشخاص أتكلم كقيادة للعمودية أي عمودية عنده قيادة الخمسة قيادات للعمودية الخمسة موجودين الآن في المجلة الأعلى لنظارات البيجا وهما ألزموا الناظر تلك بأنه يعود عن الاستغالة ويرجع المؤتمر بتاع الكويت اللي بتكلم عنه سيد أنا فاهمه إذا كنت فاهم صح إنهما كانوا يفرضوا يكونوا جزء من هذا المؤتمر لسبب ما هما محضروا هذا المؤتمر وينعقد هذا المؤتمر والمسائل المشد لقدام أنا ما بقول لك راشد أنه أنا أحمد موسى عمر دراد عن ما يحدث الآن أنا بأعتبر أنه ما يحدث الآن كل الأطراف بتعمل على تخريب هذه الغضية كل الأطراف بتعمل على إضعاف هذه القضية فنحن إذا كانت قضية كبيرة ومهمة جدا على الجميع الجميع ده أنا ببدأ بسيد الموجود قدامي وبتكلم رسالة بوجهها للسيد الناظر والآخرين على الجميع أن يعودوا إلى منصة الدفاع عن هذه القضية منصة الدفاع عن لا منصة التأسيس تلما مزعية منصة الدفاع عن هذه الغضية لأنه الدفاع عن هذه الغضية هي أنا بأعتبرها هي دور أخلاقي مهم أكبر من الصراعات الداخلية أكبر من الخلافات أكبر من رأي في سيد ورأي سيد فيني نتجاوز المسائل ده عشان ندافع عن حقوقه وننتزع ونديه ليم وبعد ذلك عندنا المساحة الكافة نحن نختلف جميل خلينا نطلع فاصل قصير إذن ونعود شرق السودان موضوعنا من جديد في الجزء الأخير من دائرة الحدث مرحباكم جديد مشاهدين الكرام رحبوا ضيوف الكرام داخل السودية مرة أخرى وسيد أبو آمنة الفرصة عندك قبل يومين لك الوقت طبعا برفرد على النقاط الأسار قبل شيء وسيد أحمد قبل الفاصل لكن أنا عندي سؤال آخر قبل أيام ليس يومين أنا ما بذكر كم يوم في مؤتمر صحفي تشارلك مقطع صغير كده بتتكلم فيه أنه هذه الدولة لا تعترف إلا بلغة لغة السلاح وقلت أنه ونحن فعلا قد بدأنا أو فعلا بدأنا في تشكيل قوة نحفظ بها عن حقوقنا كلام مكوّد كده شفرات كده أطلقات في بريد أيضا معروف وفي بريد غير معروف ماذا تقصد؟ دائرة تفكيك ليه شفرات كنت بتقصد شنو قلت شنو أنتوا قاعدين تشكيلوا فيها والمقصود بالكلام دونه ياتوا دولة أصلا ما أنتوا قلت أنه ماك انتقابات أصلا هل مزيد من الفوضى سأرد على سؤال بالتأكيد أولا يبدو أنه يعني في كلامه لأستاذ أحمد أنه الأربع نقاط التي ذكرها ولم يذكر النقطة الرابعة لكن أنا أتذكرها لأن نحن ما وضعنا هذه النقاط الأربعة لما أراد النظر ترقى الانضمام للتوافق الوطني الحريوة غير التوافق الوطني وشرع في التوقيع نحن أوقفنا ذلك واجتمع المجلس ووضع أربع نقاط وانتخب أو فوض شخص محدد هو سيد علي أبو آمنة للذهاب إلى ذلك التوافق ومدارسة الميثاق الأربع نقاط التي أعطيت بعضها مختلف عما ذكر والرابعة ناسيها النقطة الأولى هي لأنه كان مكتوب تنفيذ اتفاقية جبا النقطة الأولى كان تنفيذ اتفاقية جبا مع إلغاء مسار الشرق هذه النقطة الأولى التي وضعها المجلس الأعلى النقطة الثانية التي وضعها المجلس الأعلى كما ذكر أن يكون هناك منبر تفاوضي موجود في الميثاق النقطة الثالثة أنه ليس موضوع تجميد أو تعليق لا إلغاء المسار هذه النقطة الأولى أن يضاف إلى تنفيذ اتفاقية جبا لأنه ليس لدينا مشكلة مع اتفاقية جبا تنفيذ اتفاقية جبا مع إلغاء مسار شرق السودان اثنين تنفيذ القلد بين نقاطه كلها ثلاثة وضع المنبر التفاوضي أن يكون داخل الميثاق الرابعة كانت ألا يكون أحد قادة مسار الشرق قياديا في هذا التحالف وكان الأساذ اللمين داود قياديا في ذلك التحالف ورفضناه وخرجنا من ذلك التحالف لكن الناظر أصره وحتى الآن موجود فيه ومعروف هذا الكلام تغالطه الوقايع الناظر تيريك اتفق مع اللمين داود ووضعوا رؤية مشتركة تم تقديمها عبر التكتل وفي هذه الرؤية مطروح رئيس وزراء للناظر تيريك كان له دور كبير في عقد الورشة اليوم هذا أمر نحن هل الأمر أنت بمتبعه ده ده جزء من دستور المجلس الأعلى لنظارات البيئة والعموديات المستقلة وقتها أن المكتب التنفيذي أو المجموعة دي هي ممكن تثني حتى الرئيس تقول له ما تمشي الحاجة دي والرئيس هو ما قال له ما تمشي أنت حددت له أنه ما يمشي التحالف بتاع التوافق الوطني هو رئيس المجلس نعم حسب القرارات ويرى أن المجلس ده إتفاقية مسار الشرق لأن ما يضبطنا ليس نحن نضبط الرئيس ما يضبطنا هو قرارات مؤتمر سينكان إذا التحالف هل تمنعكم للرئيس دي جاء في دستورك وفي قانونك أنا ما بعرف في قراراتي الحداشر هل عندكم الحق أنكم تثنوا الرئيس عن تنفيذ نعم نثني نثني كل المجلس إذا أراد أن ينضم إلى مسار الشرق والفقرة رقم 2 تقول بتنفيذ مسار الشرق لذلك نمنع الرئيس ونمنع المجلس ونمنع أي حد لأن القرارات هي التي تمنعه ولسنا نحن القرارات تقول إلغاء مسار الشرق القرار الآخر يقول منبر تفاوضي وهنا في تلك اللحظة لم يضاف المنبر التفاوضي القرار الأخير نحن في قرارات مؤتمر سينكان تنفيذ القلط الفقرة الرابعة فيه اعتقال الجناة ومنهم بالإسم مذكور اللامين داود فكيف يتحالف رئيس المجلس مع اللامين داود المكتوب في قرارات مؤتمر سينكان أن يحاكم ويحاسب ويقع القبض عليه بأي تهمة بتهمة إثارة الفتنة في السودان والبلاغ لم أفتح وأنا فتحته السلطات الآن البلاغ موجود فتح بلاغ في اللامين داود وطلب بالقبض عليه والأستاذ أحمد كان أحد الذين يطالبون بذلك في اللجنة القانونية وهو الآن مستشار السيد تيريك هذا الأمر كان مخالف تماما وبعدين ما ممكن موضوع السلاح دا أنا عرفك حاجيه لكن موضوع السلاح دا برضو يا سيد ما ممكن برضو ناس يقولوا دي إثارة للفتنة حاجيك له لكن لا بد ترفع السلاح ضد الدولة ونحن بدأنا نشكل ضد ديات دولة ضد أي دولة دولة فولك أنا ما أقول لك أنا سأجيك لهذا السؤال أنا أقول الناظر تيريك أصبح عضو في تحالف التوافق الوطني اللي ترعاه الجبهة الثورية ويريد تنفيذ اتفاق الجبهة كاملة الناظر تيريك أصبح عضوا في مبادرة الجدة التي تحدث في فقرتها أيضا الثامنة أو التاسعة بتنفيذ اتفاق الجبهة كاملة الناظر تيريك انضم ثم خرج من تحالف مبارك الفاضل مبارك الفاضل وثم خرج منه وأصبح الآن الناظر تيريك يطالب بالانضمام للاتفاق الإطاري سوى إنما وقعوا الاتفاق الإطاري رفضوه جاكوف أول ماستر أوف نن الذي يحاول أن يكون كل شيء يصبح خبيرا في لا شيء الآن الناظر تيريك خارج كل المصفوفات طيب السلاح العاملة هذا السلاح أولا لا أدري ما الغريب في ذلك الآن إقليم دارفور حمل السلاح قبله في تمر توريد 55 حمل إخواتنا الجنوبين السلاح والآن نالوا دولتهم لم يجدوا عدالة في طار الدولة السودانية حتى خرجوا بإقليمهم دارفور تحمل السلاح فيها حوالي إذا صدقت العدد الثلاثة وقمانين حركة مسلحة في دارفور كردوفان لا تزال الآن تحمل السلاح الحركة الشعبية النيل الأزرق لديها سلاح وحاكمها الآن هو القائد العام لقوات الحركة الشعبية اللواء أحمد العمدة وعبدالعزيز معروف وعبدالواحد معروف يعني إذا نتشير السلاح تفصل الشرق لا نفصل نحن لا نتحدث عن انفصال الذي يتحدث عن انفصال هو شخص لا يدري معنى كلمة تقرير المصير نحن نريد أن نقرر مصيرنا لكن إذا كان كل أقاليم السودان نقرر مصيركم بشنو شنو نقرر مصيرنا بين أن نبقى في إطار الدولة السودانية في إطار فدرالي أو أن نعطى حكم ذاتي في إطار السيادة الوطنية أو أن نمقصر طيب في واحد ممكن يسأل سؤال يقول منو أنتو في شرق السودان حاولتم الانقلاب على رئيسكم رئيسكم الآن استعاد شرعية هذا المجلس الأعلى نظارات البجأ والعموديات المستقلة الخمسة الخمسة اللي هم معكم الآن المنظار الخمسة والعموديات المستقلين اللي قاعدين بالجنب ويجاي مسار شرق السودان الرئيس الآن رئيس تريك ربما الناس يقولوا فاقة من كثير من الغشاوة اللي كانت في عينه وبدأ يشوف ويتصالح ويكون أقرب لكثير من كونات شرق السودان أنتم فقط تمسكون بالأدرينالين صوت العالي وكذا السلاح لن يحل في صوت بقول الكلام ده لماذا سلاح الشرق لن يحل لماذا سلاح بقية الأقاليم يحل وسلاحنا لا يحل هل لأن الشرق خطير هل لأن الشرق إذا حمل السلاح السودان يضيع هل إذا انفصل الدارفور لا تؤثر لكن إذا انفصل الشرق يجوع السودان لا 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 يتنفصل الدارفور إذن لماذا لا تنفصل الدارفور ولا ينفصل الشرق السودان ماذا لا تستغرب الناس من حمل بقية الأقاليم للسلاح ثم تستعجبه إذا حمله إقليم البيجة؟ هذا سؤال مهم الآن تسعة جيوش في السوداء أنا سأجيبك على السؤال هل دي إقليم البيجة كله أم لا أكلامي لك؟ أنا سأجيبك أنا سأجيبك على أننا مجموعة أو لا مجموعة أول عشان ما أنطمن سؤال لسؤال خلينا أجاوب سؤال متكامل أولا كل الأقاليم حملت السلاح وحكمت نفسها هذا واحد والمقطع الذي تحدثت عنه المجتمع الدولي والدولة السودانية الحكومة الموجودة والمؤسسات إذا كانت متصمت دولة عميقة أو غيره لا تؤمن ولا تنصت إلا للغة السلاح هذا الشأن الشأن الثاني هناك 8 جيوش في السودان أضيفت أول أمس لها جيش تاسع في البطانة أصبحت لماذا لا يقدم هذا السؤال في جيش البطانة مثلا؟ أنا أتحدث عن استهجان السوداني لقيام جيش في إقليم المجتمع هل السوداني مستهجنين للحاجرين؟ كثيرون يتحدثوا كيف تعملوا جيش؟ وفي تسعة جيوش شغالة الرئيس له جيش الدولة نائب رئيس الدولة له جيشه الخاص اسمه الدعم السريع الطاهر حجر له جيشه هل تحت أسسوا جيش؟ هل تحت أسسوا جيش؟ مالك عقار له جيشه يا سيد سيد قبل أن تحوله سيد أحمد تحت أسسوا جيش؟ نحن بدأنا بالفعل في تأسيس جيش نحفظ به حقوقنا من وين يجب السلاح؟ من وين يجب السلاح؟ لا هذه أسئلة فنية لا أستطيع من أين تأتي الدعم السريع بالسلاح؟ الدعم السلاح هو قوات نظامية يسأل عنه الدعم السلاح؟ من أين يأتي الهادي إدريس بالسلاح؟ إذا كان موجود حسن لو أنت موجود موجود؟ لا أنا أأتي به من حيث يأتي به الآخر الذين حكموا أقاليمهم بقوة السلاح هذا أمر معروف لا أستطيع أن أتحدث عن قضايا فنية هنا أنا أتحدث عن تأسيس قوة لحماية مصالحنا طيب قضية هذه شائكة جدا وخطيرة جدا يعني الآن ذات الكلام عن وحدة المنصة والعودة لمنصة التأسيس هي ما قلنا قبل اللي هي حديث بعيد من الواقع الحديث الآن عن الاتفاق على حد أدنى كيف يمكن الاتفاق على حد أدنى في ظل هذه الأجواء والتحديات طيب أنا في حاجة داري أقولها داري أعلق عليها في رد على كلامنا قلت وقالوا سيدي أنه نحن بنتكلم عن نأخذ موقف من الخرطوم أنا ما قلت أن أخذ موقف من الخرطوم أنا قلت أن أخذ موقف مغاير موقف جديد مختلف نحن ما قلت أن أخذ موقف من الخرطوم ما قلت أن أخذ موقف كفكرة مش كنظام بس خرطوم كفكرة نحن ما قلت أن أخذ موقف طيب الحاجة الثانية أنا ما عارف هل سيد ما عنده معلومات كاملة عن قضية شرق السودان في نداء أهل السودان وفي الكتلة الدموقراطية ولعنده لكن دائر يتكلم بلسان لا تغرب الصلاة البرنامج ده برنامج مهم برنامج ده تلحدث ضمن البرنامج المهم المشهود ومتابع من العدد الكبير من مشاهدي سودان 24 فعشان المعلومة تكون ناقصة نعم أيضا أهل السودان تكلم عن اتفاق الجبه ولكن قيد هذه الاتفاقية بمراجعة أو تعليق اتفاق شرق السودان تعليق اتفاق شرق السودان إلى حين التوافق هو إلغاء إلغاء لأنه هذا تعليق مربوط بحالة سياسية الحالة السياسية دي نحن إذا توافقنا ما فيش كل ما بعدك أنا لا تمكن تمشي للأمام فمن المهم جدا نقول أنه نحن في نداء للسودان وفي الكتلة الدموقراطية وضعنا كل الحياة التي تم الاتفاق عليه الأربع نقاط قال السيد دي نحن أنا كنت جده من الأعمال الليجان دي دي النقاط الجات من المجلس السيد الوقت داك موجود في المجلس جاءت الأربع نقاط ودخلت الأربع نقاط كما هي طيب بما يخص موضع اللمين داود اللمين داود دمه في النهاية في سلطة السلطة هي المسؤولة عن قبض اللمين وتركه ومحاكمته صاحة هنا بتطالب من حقها تطالب أنه تتم العدالة الانتقالية تتم محاكمات لكل من أجرم في حق الإقليم وفي حق إنسان الإقليم دي حاجة متفق عليه هذا الشرط في الجلد هل تنازلتم عنه؟ لا لا الجلد موجود الجلد موجود ما هي النقطة إنت قلت ذكرت النقطة الرابعة الجلد موجود في النقاط الأربعة طيب هذه النقاط كنقاط في الإعلان السياسي موجودة أربع نقاط ولكن في الدستور إنت ما بتنزل الأربع نقاط دي من ناحية الفنية لكن بتنزل النقطة الرئيسية إنه يتم عقد ممبر تفاوضي إلى آخره اللي هو الحاجة ذكرنا ما في تنازل عن الجلد ما في تنازل عن نقاط الأربعة المتفق عليها وما في تنازل عن مخرجات سنكات بكل تأكيد طيب إحنا نجد نتكلم عن الحتة الثانية اللي بتكلم عنها سيد وانا سمحتها في المؤتمر والناس يجب أن لا تدعمل مع المزل دي بتقليل مننا كأزمة يصال إن شاء الله فردي واحد في إقليم من أقاليم شرق السودان لقرار أنه يتخذ موقف عسكري ضد الدولة المركزية معناه في ظل ما قعله نعم أن يتم اتخاذ هذا الغرار بواسطة مجموعة معناها في المزل دي انتقلت لهنا جديد طيب أنه نحن يجب على حكومة الخرطوم أن تتعامل مع قضية شرق السودان وقضية بقية أقاليم السودان أن تتعامل معها بجدية لازمة للأسف الشديد أنا طلعت على الاتفاق الإطار طلعت على تسييرية نغافة المحامين لم تتناول قضايا الأغالين بشكل واضح لم تتناول قضايا الأغالين بشكل واضح حينما تثور الأقاليم على هذه المزألة الخرطوم تأخذ موقف من الثورة نحن الآن في ثورة على نظام السوداني قديم يجب أن يتم مراجحته عادة بناء الدولة السودانية بشكل جديد يقوم على الفدرالية السياسية والفدرالية المالية اتفاق الجبا ما في شكال إذا كان تم تطبيقها على كل أقاليم السودان وما في شكال إذا كانت الحقوق السياسية ماشت لكل أهل الأقاليم بشكل عادل ومتوازن طيب نجي نرجع لفترة على ذكر الحقوق دي المينة نجي نتكلم عن المينة مينة وعمامة السيد ديل ضده قال هو ضده ومش ضده كموقف نهاي هو ضده السيد بيقول أنحنا يعني مفروض نضافع عن حقوق أهلنا في الأرض طيب كويس وده كلام موقف متفع عليه يعني مدعوم ما فيه شكال طيب الاشكال وين يا راشد الاشكال بين إنه الشخص يرفض المينة كويس والشخص يقول يا أخوانا نزاري شوف هذا المينة ما هي الفوائد التي تعود على أهل الإقليم نمرة واحد ما هي الفوائد التي تعود على السودان نمرة اثنين كيف يتم إدارة المينة هل يتم إدارته داخل هيئة المواني داخل إدارة النغة أم بشكل منعزل الأهم والأخطر هو تأثير هذا المينة على الأمن القومي على الأمن الإقليمي طيب أنتو بتعتقدون هل هذا المينة فيه فائدة إذا أي شخص يجيب عن هذا السؤال بالإيجاب أو بالنفي يكون شخص يتكلم بكلام عام هذه مزألة معقدة جدا جدا يجب أن تخضع لكثير من الدراسات داخل الإقليم وعلى المستوى المركزي بكل الأجهزة المزادي ما عنده علاقة بوزارة المعارية طبعا بكله تأكيد ما سندرس عنا سندرسه إذا كان في أي خلل سندفع إذا كان في خلل سندفع نحن مش أيدنا نحن أيدنا حق أهل المناطق في أنها تنتفع بالمناطق بتاعتها بحيث أنها تدور بالآخرين هذه منطقة متعلقة بقبيلة محددة هذه القبيلة ارتضت أو طلبت أن يكون لديها ميناء ده كمبدأ عام لكن في التفاصيل بعد ذلك مش المجلس الأعلى نظارات البيجة فقط كل الدولة يجب أن تراجع هذه التفاصيل المتعلقة بإنشاء الميناء وتأثيره على كل ما ذكرناه في هذه الجزئية جميل أخيرا أستاذ سيد أبو آمنة متى يتصالح أبناء شرق السودان وينصرفوا للعمل ليس للجدل أحده سالان هو جدل نعم سأجيبك وضعني أكمل في عجالة سريعة زمن انتهى طيب خليني أكمل أولا أجيبك على السؤال الأول نسيت أن أرد عليه نحن لسنا مجموعة نحن المجلس الأعلى الذي لا زال متمسك بقرات مؤتمر سنكات التي لم يقبل تغييرها ونحن الشارع ونحن الستمائة شخص ونحن المليون الذين فوضوا هذا المجلس وهذا أمر يحكمه الشارع معروف الآن مع من يقف الشارع هذه النقطة النقطة الثانية لا أتفق مع الأستاذ أحمد في موضوع النقاط الأربعة النقاط الأربعة أنا كنت من أحملها وفيها نقطة عدم قبول اللمين داود تحديدا في قيادة هذا التحالف لماذا؟ ليس لأننا نكره اللمين داود لأن اللمين داود في قرارات مؤتمر سنكات في الفقرة التنفيذ القلط في الفقرة الرابعة مكتوب القاء القبض على اللمين داود والجناء طيب فإذا قبل تيريك أن يكون متحالف مع اللمين داود ورئيسا أو نائب الرئيس في التحالف فهذا تنازل أيضا من تنفيذ القلط فيصبح أن الناظر تيريك ومجلسه تنازل عن الفقرة الأولى تفويض المجلس الأعلى وتنازل عن الفقرة الثالثة التنسيغي شرق السودان وتنازل عن فقرة القلط وتنازل عن فقرة الأراضي وما إلى ذلك هذا شأن معروف حتى الآن لذلك أبناء لا تقفز بالمراحل النقطة الأخرى التي أتحدث عنها ميناء أبو عمامة هم وافقوه وأيادوه قبل أن يجروا أي دراسات ونحن لا أتفق مع كلامك إننا نرفضه ولا نرفضه ونحن أول من يطالب بأن ينشأ ميناء أبو عمامة لصالح أهلنا نعم ويدنه لكن يجب أن يقوم ذلك وفق حكومة منتخبة وتحت رئاسة هيئة المغاني البحرية وتحت السيادة الوطنية وأن تشرق كل الجهات مش بشروط هو موافقة بشروط دمع شروطكم نعم أن تقوم في ظل حكومة الحد البحرين مسؤولية وزارة الدفاع وليس وزارة المالية موافقين بشروط أن يقوم ذلك عبر وزارة نقل تعرض على حكومة رئاسة وزارة كاملة وأن يتم هذا الأمر من قال إن إنسان منطقة موافقة هل أجري استفتاء؟ إذا إذا كانوا يريدون هل أجري استفتاء على المجلس أصلا؟ بني عامر أرادوا تنفيذ المسار في شرق السودان وهذه قبيلة لماذا لا نسمح لهم بتنفيذ المسار في أراضيهم؟ السؤال برضو لماذا لا تسمح لهم بالمسار في تنفيذ المسار؟ لذلك شأن القبائل هذا شأن تجاوزه المجلس الأعلى ونحن نتحدث عن حقوق وقضية البيجة كاملة فإذا أراد النازل طريق تقسيم هذه أرض البشارين وهذه أرض الحباب لماذا أغلغ الميناء وهو في أرض العموديات المستغلة والأمارة؟ شكرا جزيلا كنت أتمنى أن تجاوبني على السؤال لكن استهلكت الوقت في الإجابة على نقاط أحمد موسى شكرا على كلين شكرا جزيلا لك أستاذ سيد أبو أمنى الأمين السياسي المجلس النظارات البيجة أستاذ أحمد موسى أيضا شكرا جزيلا لك المسار القانوني لمجلس النظارات البيجة شكرا جزيلا لكم نعتذر على المقاطعة نسبة انتهاء الوقت المخصص وشكرا لكم أنتم مشاهدين كرام للقاء شكرا لكم